انتري جوه صندوق من حديد والبشر قاعدين عليه مستنين ان يطلع فجرهم على يوم جديد وانت ليهم الامين انت ليهم حلمهم يمكن سعيد او لقدر ربنا المسين انت شايل الفروح تكت المفتاح معاك فيها السلامة والجروح وكل شيء في الكون فداك والامانة اختيارنا اننا نحافظ عليها في الطريق او نضحب عمرنا ونقول قدرنا واحنا شلنا الامانة وقدها لو هيجي يوم معانا تعدها هتلاقيها الفروح يمكن اكتر وبرغم ان الانتري مفهوش مكان الا ان الحمل ده اتقل واصبر يلا بينا نعدي تاني بس قبل ما نبتدي هنقول كلام ازاي ازاي نعدي في الزحام واننا في سكة السلام وامان نروح وازاي نسلم عمرنا مع الفروح فاصل ونرجع جربتي كذا مدرسة سواء ومتعلمتيش؟ بوز الجرب يعلمك وكان عصب يعليكي؟ مش عايزة رجل يعلمك علشان تكوني على رحتك؟ اكاديمية الاستاذة عندها الحل كل الكباتن عندنا سيدات فقط علشان تكوني على رحتك تعالي اقولك على ميزة مش موجودة عند اي حل احنا اقل سعر في مصر ومش بس كده الدفع بيكون بالحصة وده علشان تكوني متطمرة وتاخد الوقت اللي محتاجة فقط عندنا هنعلمك في الزحام وهتطلعي كدري وتمشي في طرق سريعة وكمان شوارع بيئة واهم من كل ده هتركيني بكل سهولة وعلشان ما تكسليش هنجيلك اقرب مكان لمنطقتك لاننا موجودين في كل مناطق القاهرة والجيزة اكاديمية الاستاذة في كل مناطق القاهرة والجيزة وقريبا في محافظات اخرى اكاديمية الاستاذة اس له كيان للحجز والاستفسار اتبس لبين على الارقام التالية بسرعة الخير عليكم يارب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما وفراحة بال اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامتكم مع الاستاذة النهاردة حبيت اطلع لوحدي قلت لأ رأى ما بديهاش بعد هوجة المطر الكتيرة جدا يوم التلاتة اللي فات ما كانش ينفع ان انا اطلع بضيف او ضيفها او نتكلم في اي حاجة تخص تعليم السواقة في العمون كده قلت لأ لازم نتكلم عن المطر وازاي نتفادى المشاكل اللي بتحصل اثناء السواقتنا او قبل السواقة في المطر او بعد حتى الامطار والسيول الكتير جدا اللي بتقابلنا فدلوقتي او الحلقة دي هتكون مخصصة بس للامطار هنعمل ايه قبل ما يجي فصل الشتاء مفروض ان احنا نكون مجهزين له تماما قبل فصل الشتاء في حاجات معينة هقولها لكم دلوقتي وفي اثناء الفصل او في اثناء الامطار هنعمل ايه علشان نكون جاهزين ونشوق بامان اكتر وبعد المطر بعد كمان المطر طبعا في ناس كتير جدا فكرة ان انا العربية اللي معايا يعني كل ما تبقى غالية او عربية احدى سوديل ده بالنسبة اللي هو ده الامان خالص عندنا حاجات كتير جدا لازم نخلي بنا منها ونحافظ عليها ونركز عليها جدا اول حاجة احنا دلوقتي ركنين عربيتنا في بيتنا لسه الشتاء ما دخلش علينا بس داخل قربهو يبقى فيه كذا حاجة كده لازم نركز فيه قبل نزول الامطار عربيتنا لازم تبقى مؤمنة تماما بعدة خطوات اول خطوة معنا واول حاجة مهمة جدا هي المسحات مسحات العربية بتاعتي لازم المطور اولا يكون نتأكد ان المطور شغال ما فيهوش اي مشاكل بعد ما نتأكد من مطور المسحات بتاعتي المسحات نفسها لازم تكون جيدة يعني الجزء اللي هو بتاع الريشة بتاعتها او اللي هي الكويتشة بتاعت المسحة نفسها دي اللي بناءا عليها بنركز انها ما تكونش ممسوحة لان دي لو مش موجودة طبعا هتبقى اللي مسكها الازاز او اللي بتمسح على الازاز بتبقى حديد حتة حديدة هتجرح معايا الازاز تاني حاجة برضو مرتبطة بالمسحات هي اربة المية اللي بنملاها او بنستخدمها علشان نمسح بيها الازاز بنبخ من خلال الاربة دي طبعا لازم نتأكد جدا ان جزء المسحات او الجزء اللي هو بيبخ المية مظبوط على الازاز مش في حتة تانية خالص كمان بعد من نتأكد تمام ان اربة المسحات بيت فل وعشرة والمسحات تمام نبتجي بقى نشيك على فرد الكويتش بتاعتنا فرد الكويتش بتاعتنا طبعا احنا عندنا ممكن مثلا نكون عندنا نزل الفرد بتاعتنا ممكن تكون 100% لسه جديدة 0 حلو جدا وممكن مثلا طبعا تانية بتكون فرده نسبتها 40% وممكن 50% وممكن ما تنفعش خالص طبعا احنا هنقيس ده ازاي انا كحد لسه معرفش اي حاجة وعايز اتطمن ان انا ماشي في السليم عندك في الكويتش بتاعك في اجزاء اللي هي اللي نقدر نقول مش هرشرة دي الاجزاء دي لازم تكون عميقة شوية كل ما تبقى ممسوحة الرسمة بتاعتها او النقشة بتاعتها ممسوحة انا في الحالة دي للأسف مش هتنفع ان انا امشي بيها اصلا مش بس على مطر لانك انت لو استخدمت الفرامض اصلا في الطبيعي على الاسفلتة العادة كده الفرمالة مع الكويتش الممسوح مش هيديك الكفاعة العالية الطبيعية لو كويتش احسن فما بعلت بقى لو في الامطار طبعا من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم اشيك عليها تكييف عربيتي المكيف لازم يكون شغال بكفاعة عالية جدا ما هملهوش يعني مش مثلا اقول انا التكييف شغال عندي في الصيف كان تمام جدا والشتة مش هحتاجه قوي لا احنا الشتة هنحتاج في التكييف يمكن هنحتاجه وبصورة اوضح واهم من الصيف كمان يمكن الصيفة ممكن اكتفي بان انا افتح الشباك لكن لو حصل بقى ضباب داخل العربية في الحالة دي انت بحتاج جدا ان انت نشغل تكييف العربية طبعا المريات مهمة جدا ان احنا نخلي بالنا ان المريات بتاعتنا مضبوطة ما فيهاش كسر مش موجود يعني في مريات انا بشوف مريات كتير جدا نزلة من مكانها نزلة وسواء ماشي كده وسيبها وهي بقى تتعامل نتعامل بقى مع نفسها يعني احنا من نفسنا كده يعني انا ماشي كده باركة دوع الولدين ما ينفعش مرياتي يمين وشمال لازم تكون مضبوطة جدا 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 طبعا مش عايزة يعني انبه عليكم اهم بقى من كل الكلام ده فرامل بتاعتي فرامل العربية بروح لحد متخصص وفني كويس اقول له انا عايزة تعمل التشيك على الفرامل بتاعتي الفرامل طبعا بيبقى فيها تيل معين هو طبعا بيبقى فاهم وهيقولك المفروض نعمل ايه بيقى فيه تيل متاكل شوية او التيل نصده شغال او التيل ممسوخ خالص او الفرامل نفسها الزيت بتاعها اسمه الزيت الباكم بيبقى للأسف ناقص الحاجات دي مهمة جدا مش هينفع ان انا عديها مينفعش ان انا اقول ايه طب ايه مشكلة الفرامل بتشتغل معايا لا ما هو في المطر الموضوع بيختلف زي ما اتفقنا ان الفرامل بتاعتي لازم تبقى ميت فل وعشرة كمان الحاجات المهمة جدا زوايا العربية كلنا بنهمل جدا موضوع زوايا العربية تقولي طبعا انا عرف ازاي العربية بتاعتي الزوايا بتاعتها مزبوطة ولا لا يعني فيه بعض الناس يقولك اننا لسه هروح اكشف عليها وانا انا شايفة العربية تمهمة طيب انا عايز اجرب بنفسي ان العربية دي الزوايا بتاعتها مزبوطة بعمل ايه في الحالة دي انا بممشي على سرعة 40 مثلا بسرعة كده 40 مرة واحدة بالعربية بس ماسك الدروكسيون كويس جدا اوكي والطريق نفسه ما يكونش متزحلق ولا يكونش فيه ميا وما يكونش فيه مكسر طبعا اسفلت عادي جدا وبجري في الطريق على مساء طبعا مش هنزود السرعة اوي لكن على 40 مثلا وماسك الدروكسيون تمام جدا وفجأة افارمل وسيب الدروكسيون لو الدروكسيون ده تهزم مكانه اوي تحرك يمين وشمال اوي راح يمين اوي او راح شمال اوي يبقى في الحالة دي محتاجين ضبط الزوايا هنروح للفني المختص بضبط الزوايا وهيزبط لنا العربية ان شاء الله عشان يمشي بامان الكلام ده كله كان على امان عربيتك قبل نزول المطر او قبل اصلا يمكن مشتها يهل علينا ما نش هستنى لما المطر يمطر علي زي ما حصل التلات اللي فاتوا اتفاجئنا كلنا في توقيت مش متوقعينه ونرجع بقى نعيد بقى ونقول ما انا كنت مفروض اعمل كزا انا كنت مفروض مش عارف ايه اصل المساحات مش شغالة لا لازم نركز جدا في الموضوع ده دي كان كل اللي احنا عايزينه قبل نزول المطر فيه بقى اثناء المطر نفسه خلاص احنا كده دخلين ماشيين كده في امان الله ومطر نزلت علينا نعمل ايه في الحالة دي يعني حالة نزول المطر وانا ماشي وفجأة الدنيا بقت طبعا خلي بالكو يا الدنيا لما بتمطر بيحصل ايه الدنيا بتبقى مليانة كده زي بتغيم تمام فغالبا ما نبقاش شايفين بعض يعني العربيات كلها بتبقى معهم مطر مع الغيمة اللي بيحصل في الجو مع البرق والرعد والقصة دي الدنيا ما بنشوفش بعض اهم حاجة تفكر فيها فورا انتظار هتدوس على الزرار اللي عندك بتاع الانتظار مخاصص الانتظار هتلاقي الفلشر بينور وراء وهتلاقي القدامك كمان عامل نفس اللي انت عملته وهتلاقي اللي وراءك عامل نفس اللي انت عملته فبالتالي كلنا مأمنين بعض اللي وراءك شايف ان انت قدامه فمركز جامد جدا وانت كمان ماخد بالك من اللي قدامك وقت المطر بيحصل حاجات كتير فجائية عشان كده ما ينفعش ان احنا ندي مسافة المسافة تبقى قريبة ما ينفعش ان انا ابقى قريب جدا 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 من الشخص اللي سايق قدامي لا يعني على الاقل كده اسيب 3 متر 4 متر او الطريق دو عربية رايحة وجاية فو الشكل افضل ندي النور العالي عشان ننبه اللي جاي فو الشينا طيب لو طريق دو خلاص هو طريق واحد بس يبقى الافضل ان انا امشي في الاتجاه اليمين كل ما الطريق كان المطر في زيادة كل ما افضل طبعا ان انا امشي في الجنب اليمين بتاع الطريق وافضل على نفس اللاين بسرعة اقل يعني اهد السرعة على قد ما اقدر قد ما اقدر دي ايه على حسب ما هو انا لو استهالك كده بالوايا مش هنقدر نحسبها بالضبط لكن مثلا انا في الاول مطر كان خفيف كنت انا ماشي على مية فجأة لقيت ان المطر نزل نزل على 80 المطر اشتد نزل على 60 المطر اشتد اكتر او حتى لو المطر مشتدش اكتر بس المية على الارض كتيرة وصلت انها عدت يعني خلاص هتقرب بقى انها تدخل لو جرينا شوية تدخل على العتب بتاع باب العربية في الحالة دي طبعا بيبقى خطر جدا جدا فاحنا لازم نقلل السرعة على قد من اقدر في حالة ان المطر اشتد انا هنا بقى مفيش حل تاني خالص ان انا امشي قدلع في طريق انا هنا كل اللي هركز فيه ان انا مليش دعو بالقاعد جنبي مركز بسوقتي مسك ديركسيون بايدي الاتنين متحكم تماما 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 بيهم ما فلتش ايدي ما شغلش بقى بالي بكاسة مش عارفش اشغال ايه ولا تليفون راني ارد عليه ولا كلام ده خالص كل اهتمامي ان انا اشغل او امسك الديركسيون وانتبه للطريق على قد مطر خلي بالكو ممكن الناس فاكرة ان موضوع المطر ده عادي يعني مطره شوية هيخلص البتاع اللي احنا شفناه يوم التلاتة اللي فات كان يعني للأسف كان شيء مفاجئ جدا مفاجئ لتلات اطراف مفاجئ اللي قاعد في البيت واللي فيه ليه اشخاص برا بيته ومش عارف هيجي امتى وفيه ناس منهم كتير جدا اللي رجع من جامعيته او مدرسته او من شغله في ست سبع ساعات فالمطر بيأثر على كل الناس اللي قاعد في البيت حتى اللي ركن عربيته في جراشه منايم بينزي ممكن يلاقي لقدر الله وده حصل وفيه فيه كتير جدا من نزل على السوشال ميديا ان جراشات عماير غرقت بالعربية بتاعتها فده كان شيء مؤذي جدا فعشان كده احنا كمان عايزين نعرف هنعمل ايه لو المطر اشتد لدرجة انه ازا او الميا دخلت بقى الجوه العربية هنعمل ايه هقول دلوقتي اول حاجة انه لازم اخلي بالي منها ان لو الميا دي وصلت للعربية يبقى انا كده فيه حاجتين غالبا بنسبة كبيرة جدا من الضر المطور ودفيرة العربية بتاعتي الدفيرة دي اللي هي متحكة كمان بكل حاجة هي اللي بتشغلي الانوار هي اللي بت طبعا كهرباء بتشغلي المطور كل حاجة فانت كده بوسط فيه ركاملة تمام حاجة كمان المطور بتاعي اكيد لو الميا وصلت للفتحة اللي خاصة بهوى المطور بالجزء اللي هو زي العم او الحاجات دي بتاعت زمان انت كده للأسف هنقول المطور باي باي لو دورنا العربية طيب انا مفروض اعمل ايه في الحالة دي مفروض ان انا اثناء خلاص انا جيت ولقيت العربية بتاعتي غرقت لقدر الله اول حاجة بفكر فيها اشيل كبل العربية كبل الكبل بتاع البطارية بتاعتي اشيلها خلاص انا كده امنت عربية من الكهرباء لان والد جدا جدا ده يعمل ماس كهربائي مش بس يأذي العربية ويأذي الدفيرة بتاعتها لأ كمان هتأذي الاشخاص اللي ممكن يكونوا حوالين العربية يبقى انا بشيل البطارية خلاص كده تمام اعملي بقى بجيب فني كده اقول له تعالى شوف المطور ده وصل له مية ولا لأ لانه لو وصل له مية هو هيحاول يعالج الامور على قد ما يقدر هيحاول يعالج الامور على قد ما يقدر طبعا احنا منتظرين كل استفساراتكو كل اتصالاتكو لو حابين انتو تواصلوا معانا من خلال البرنامج اي حد عنده اي استفسار عنده اي حاجة يقدر يتواصل معانا من خلال البرنامج او من خلال البيج على الارقام اللي دايما موجودة على شاشة التي في طبعا انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايزة انبهكو ليها لو انت في اثناء المطر الشديد جدا وقلنا ان احنا ممكن نتفاجئ بالمطر ده في حاجتين مهمين اول حاجة انا ما ينفعش اشغل المثبت السرعة المثبت السرعة بتاعتي ما ينفعش اني اشغله فجأة لان في الحالة دي انا طبعا اريدي اديت اردر لمثبت السرعة انه سبتلي السرعة على حاجة ما هينا المطر هو شغال هو خلاص اخد الاردر انه متسبت على السرعة الكلانية ما ينفعش ان انا اعتمد عليها لا في الحالة دي ما شغلش خالص خالص مثبت السرعة طيب فرضنا لقدر الله اني العربية غمرت في المية وانا فيها بقى اعمل ايه طبعا مفروض اصلا من الاساس لو وصلنا المطر شد يعني خلاص هنغرق فيه لقدر الله يعني العربية وصلت لمسافة كبيرة جدا المية وصلت لاعلى من العتب فورا افتح شباك العربية ما وصلش ابدا ان انا اخلي شباك العربية مقفول ليه علشان لو لو قدر الله العربية غرقت معنا مش هتعرف تطلع لان في الوقت ده الباب مش هيفتح خالص معاك الباب مش هيفتح من شدة المية يبقى بايد الشر ممكن تغرق فيها انت او اللي معاك في العربية وكلام ده حصل بالفعل كان فيه اوتوبيس مدرسة حصل الكلام ده معاك اوتوبيس تغير جدا حصل الكلام ده معايا ومعرفوش يخرجوا الاولاد غير بصعوبة جدا بسبب انه كانوا قفلين نوافذ العربية فعشان كده يفضل ان انت تفتح الشباك على الاخر واول حاجات فكر ان انت تخرج من الشباك بتاعت طب فردا بقى ان انت انسيت ومشغل بقى التكييف جوه العربية وقفل الازاز على الاخر وانسيت نفسك خالص لدرجة ان لقدر الله انت انا مش لاقي اي انقاذ هتعمل ايه هتعمل ايه في الحالة ديت طبعا عندك المسند بتاع الكرسي بتاعك هتستخدمه علشان تقصر به ازاز العربية وتخرج منه بسلام وامان طبعا كان نفسي ان انا اكمل معاكم الحلقة اطول من كده وقت لكن طبعا ما اقدرش اقول غير ان الحلقة خلصت وان شاء الله يكون عندنا حلقات كتير جدا 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 من فترة اللي جاية استنونا ومع الاستاذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة